احكيلي كده بالتفاصيل إيه اللي حصل حاضر يا فندي حددتك أنا كنت نازلة من الأوتوبيس مروحة عالبيت أصلاً كان عندي عدميلاد آه طبعاً كل سنون طيبة واضح جداً يعني مش عايز التفاصيل قوي دي ها حاضر بس حددتك نزلت من الأوتوبيس روحت على الكوشك بتاع راجل الطيب ده قلت له عندك لمبادة قال لي ما عنديش غير لمبادة بالكريمة ولا ما بحبهاش بالكريمة أصحيك عايف أنها بتحمي على السدر انتي ما جربتش اللي بالفراغ لو جميلة جداً يعني خش في الموضوع حاضر يا فندي قلت له ببلاش لمبادة عندك معمول قال لي آه عندي المعمول قلت له بكامل معمول قال لي بجنيه 75 قلت له ليه ده في كل حتة بجنيه ونص سوين الكلام ده حصل حصل إلا شخص ايه 75 ما هو بجنيه ونص في كل حتة مش عامل كاته ايه ده ربع جنيه ده ايه خلاص حددتك أنا مسامحا اكملي ايه حضرتك أنا قديته اتنين جنيه قال لي معنديش فك لازم تغدي حاجة بربح قلت له طب عندك توفي قال لي معنديش توفي معنديش يا باك معنديش توفي ليه مش خشك معنديش توفي عشان الشركة متنزلش طرق اضمن اديني اسم الشركة دي معنديش يا حاجة خلاص يا فندي بفكك متوفي وركز معايا يا فندي معلش احكي لي بقى خبطتك ازاي كده يا فندي كده بالظبط فيك تكتبها ولا أرسمها ولا إيه؟ بالاش خبطتك إزاي؟ خبطتك إمتى؟ ما حضيتك، قدبلتش في الساعة ساقتها ماったش فاضي عاклад قد بعمل حد خبطتك!kin تكتعلاني ايه؟ ولا بديد لمحق جنيه وأنا بقول للحضيتك أنا دخلت ايدي كده куда باش야 أدوعة عمق ربع جنيه فتلت كثير بقال بالغاية ما eats أديته ربع جنيه وهوا أهلا بأسês بأس算 힘�ده يا زهران أمر فنن، أنت أهلي يا ابن الست اللي برا وسعي كده؟ إيه وسعي ده أنا وقفة في بيتكو نيتا خير خير إيه حضرتك اللي عايزني؟ أمر قافي How dare you I'm fine, thank you أمر قافي حضرتك تكلمينا بالعربي أنت جاية هنا متهمة، مش جاية كورس ربنا يكرمك يا بشا ويعلي مراتبك على فكرة، أنا وقفت بس عشان بحترم بلدي وبحترم القانون احكي لنا إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن الحاجة دي كانت وقفة في نص الشارع وخبطتلي عربيتي مش أنا اللي خبطتك إنت اللي خبطتين أنا كنت وقفة عند عربيتي إسكوتي خالص، أنا بكلم الزبط مش بكلمك إنتي ماشي والزبط ده هو اللي هجيبلي حقه وانصرني وإذن الله أكيد مش هتقدمني وتصدق دي يعني أكيد هتصدقها هي إنت تكرز خالص معلش بس قبل ما تكمل التحقيق بتاعك إنت تعرف أنت بتتكلم مع مين؟ آه أنا عارف أنا بتتكلم مع مين بس اللي أنا عايزة فهمولي كفندم إن هنا ما عندناش لا خيار ولا فقوس أنا عارف الخيار بس إيه فقوس؟ يعني هنا قدام القانون الكل سواسية واللي ليه حق أنا هجيبهله من عين التخين ألو، أهو قاعد قدامي كلم بابي مش هكلم بابي أنا ها ولو بابي ده مدير الأمن مش هكلمه برضو مش عايز يتكلم حسنا، بابي طبعا مش عايز أتكلم عارفة ليه مش عايز أتكلم؟ لأن البلد دي تغيرت خلاص كيف هي أنا بقى؟ انتوا فاكرين نفسوكوا إيه؟ عشان معاكوا شوية فلوس وشوية سلطة هتمشوا تدوسوا على خلق الله من غير محد يحاسبكو؟ لا يا فازل تمام ليه؟ عايشين في غابة؟ يا زهران وهمرة فن خدها يا ابني على حاجز ربنا ينسرك زي ما أنا صارتاني يا رب عايش دي يا ابني؟ البورتوانا لا، لا حدودك ما يفعش كنا دا ظلم ها فيك أنا خياركي تغيرت وصحبين ما يفعش تعملوا بلا حرام عليكم يهي الظلم دا؟ حرام عليكم تواف بتقروح لحاجز انت الواحد مفضل 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 يا عم انا مش عارف اتخل كده هتحشل يا عم اه اتحشل يا الله عم بعلكي بسيها يعني اه حمى ايدك معايا والنبد احمد بقولك ايه؟ احنا عايزين نغفلها؟ نهم قلبنها على سفا ونزل برعشة الاول ومش عالبنها على جوعه وماشي لا استهلا بس يا عم يا عم يا عم انت بتدخلنش يا عم إيه اللي على سفا وانش قلبها دا يا عم خلاص بقى انت مقدمكيشك الحل واحد تقلعب بتاع دي عشان تدخلي جوه لا 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 ابوسي ايه دك ابوسي ايه دك ابوسي ايه دك اللامس ابوته انا على اللحم طيب بقولك ايه؟ يعني انت حاولي بقى ايه تيجي على نفسك شوية كده وتضغطي ولغات ما تغشي طيب وانا بي مروح يا شاريهان خلتي 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 يا شاريهان خلتي عم يا ايه يا حاجة ما ينفعش طواف الكلمية كده ايه يا اخويا دول كلمتين بس استنى بس دي تعليمات البشر المقمود برضو وانت طيب وماله التعليمات قوام خد يا اخويا عفو لا 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 انا ما بشعبش جر اجنبي هميني حسابك ان المرة الجاية يكون اجنبي بس ما تطوليش معاها قوي ان شاء الله المرة الجاي ايه يا بيت ما تمسكي نفسك شوية اجمازي كده مش قادية يا خلتي مش قادية عمود وادخل الحمام ومش عارفة حتى اقعد من البتاع دي سكي نفسك بس شوية دلوقت وبلاش تعقودي خليكي وقف لحد اما شوف الزبت دا سكته ايه لو سمحت بكتب البيل معمور فيه ايه ده استاذ عبدال ايوه اوبا اهلا نساء ازايك يا استاذ عبدال الحمد لله انت مش فاكرني ولا ايه سمحين ايه لحقيقة لأ انا صباح صباح بتاعت المؤطم؟ مؤطم ايه يا استاذ عبدال انا صباح اخت شادي مرات عبدالحليم ايه يا شادي اتجوزت عبدالحليم؟ اه صح في معبود الجماهير معبود الجماهير ايه بس يا استاذ عبدال مدفوق يا اخويا معاي عبدالحليم اخوك عبدالحليم يا اخويا ست صباح ازايك؟ طبعا لك حق ما تفتكرنيش ما انت بقالك زمن ما بتسألش حتى ازايك مستخسرها مستخسرها ما بتقولهاش لا ده كده بالصباح بقى ده كده جورج واسوف ها اللحنة نهارنا عبيضة لحاجة ان شاء الله يوم نسيت البيت شريها سلمي على عمك يا شريها ازايك يا عم ازايك يا شريها شريها منت عبدالحليم اخويا يا كبرت واتدوارت يا ما شاء الله فيم كانت لمونايز غنانة كده ايه يا شريها عملا ايه يا حبيبتي وإن لي كان بك هنا والله العظيم يا عمي انا مظلومة في واحدة زبالة خبطتني بعربيتها وبدل ما يرموها هي في الحجز رموني انا في الحجز وهي قاعدة فوق حتى رجلي على رجل حزبي الله ونعمة الوكيل فيهم يعني كمنهم ركبين عربيات يا استاذ عبدالله طبعا ما تلاقي ابوها تجر مخدرات ولا رجل اعمال من اللي بدفعه رشوة قد كده المهم انت كنت جاي الاسم تعمل ايه يا استاذ عبدالله لا ما هو غالبا انا تجر مخدرات ابو الزبالة الواطية اللي حتى رجل على رجلي فوق وحس بي الله ان اعملو كي لا يا فندم الموضوع بسيط بي ازدالله ثم احنا عائلة واحدة ثم شريهان ونلي بلت عم يا فندم انا المعلومات اللي عندي ان نلي بنت عم لبلبة اه لا بقصودش كده لا يا فندم نلي بنتي انا وشريهان بنت عبد الحليم وشادية عبد الحليم وشادية ايه يا فندم شريهان يا فندم اخت عمر خرشد يا فندم مش الاصد انا افحب حضرتك بالبساطة اخوي عبد الحليم حضرتك اخو عبد الحليم اه حضرتك مش شبه وخالص لا مش عبد الحليم اللي في اتباك حضرتك عبد الحليم اخوي اللي ارحمه اتجوز شادية خلفه شريهان خلص اه ونلي بنتي انا وانا عبد الله عراجب اكيد عبد الله مشرف اه او فرغالي اه اه وستك اسمك ايه انا تيسير فهمي كمل الحقيقة عبد الحليم اخويه ما كانش شقيق يعني والدي الله ارحمه لما توفى زي ما طول سلة الرحم ما كانتش قد كده يعني العلاقات خفت ما بيننا يعني فطريبا البنات ما شافوش بعض منا ما شافوش بعض خلص الحياة دي غلطت نحتك كبارة للأسف يا فنم يفعلها الاباء ويقع فيها الابناء نعم احنا كده مضطرين نعمل صلح بس الانيسة شريهان ما كانتش عايزة تتصالح لا ازاي مش موافقة مش موافقة ازاي شريهان يعني هترضي انك تحبسي بنت عمك بص يا شريهان انا هقولك تلات حاجات الدم عمره ما يبقى مية والضفر عمره ما يطلع من اللحم وديلي الكلب عمره ما بيده حضرتك نسيت واحدة ان الحرام عمره ما بيده ده ملوش اي علاقة بموضوعنا يا فندم يا فندم بجملة عمره خلاص تمامي حضرت الزبط بس بوس ايدك خلينا روح عشان قلعب بوتقانا دي طيب يبقى حصل خير نالي قومي بوسي شريهان وسلمي عليها نالي طيب تكلمني بابي اه يا حبيبتي قومي بوسي شريهان وسلمي عليها شريهان مين بنت عمك مين دي اللي بنت عمي يا فندم للأسف هما مش هيقدروا يفهموا دلوقتي حضرتك تقدر تاخد العائلة الفنية بتاعتك وانا هقفل المحضر بمعرفتي نالي وبعدين اللي هنعيده هنزيده الله يطلع لي بنت عم واسماشري هن وكمن تطلع برتقانا انا بكذب مثلا تصدقيني يا بنت دي بنت عمك بنت عمي انا تبقى الجربوعة دي ما تحاسب على كلامك باي حبيبتي لس اكتلك من الصبح استن انت جرى ايه يا استاذ عبدال يعني ده جزاتنا يا خوي ان احنا تنزلنا هي بقى تقصدش على فكرة انا اقصد واقصد قوي ومين اصلا الست البيئة دي اللا 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 جرى ايه بقى وبعدين يا استاذ عبدال ما تعمل كنترول شوية يا خوي حاضر هاعمل كنترول ميلي دي الست صباح تبقى خالد شاريهان واختي شادية مراط عبدالحليم روتانا كلاسيك قوي اللي انت بتقوله ده يا بنت عبدالحليم دايب أخويا عمك انت ازاي مش عارفة هاو مش عارفة لانه عمرك ما كلمتني عنه لا كلمتك عنه بس انت لي ناسيا بقولك يا استاذ عبدالله احنا ولا عايزين هتفتكرنا ولا عايزين تفتكرك وكفية اول حد كده يلا يا خلت لا يلا فين الله انت هتمشي ازاي بالمصدر ده هاو عادي هناخد واحد واربعين بشارطة يواحنا لحد البت يلا يا خلت يحسن بتاع دي هراشتني جه لا يا خلت انا هاخدنك ثمناية مخصوصة هتفع فيه اتنين جنيه يلا لا استني بس ايه يا جماعة انا هبصلكم بابي لو مش مكسوف ومش خايف حد يشوفك ده بقوله خلتشيوك ازاي انجويت انا ماشي مع نفسي ايه على طول يا اخويا مخنوها كده ست صباحا انا بكرر اعتزاري عن اللي حصل الدهار ده نيلي والله طيبة قوي مسيحة صبية حبتين بس يصدقيني قلبها زي الفتا البيضة بالظبط قصدك البافتة البيضة ايه بالظبط هي البافتة البيضة ايه بالظبط هي البافتة البيضة ولا يهمك يا سي عبدالله حصل خيب ايه بردك زي اختي الصغير بالظبط هي شكلها حلوة بنت ناس بس ما شافتش تربية اه 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 انا برضو مقدر الباهدالة اللي حصلت لكم النهاردة في الاسم عادي احنا متعودين على كتب بس تصدقيني رغم كل ده انا مبسوط قوي ان شفتوكم النهاردة زي ما تقولي كده ليكم شوء القلوب عند بعضيها يا سي عبدالله انت كمان كان لك وحشا طيب نتيجة اجي فين يا اخوي اه في الفيلا في الفيلا عندي بتيجة مكرا تشرفونها نتغذى مع بعض واللولادي عودو مع بعضيهم واحنا كمان نقض مع بعض واني ايه وميله نيجي يا ساعبته وهو البنت عودو مع بعضين واحنا كمان نقض مع بعضين هو دا ها 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 سلام عليكم معليكم سلام و أخي مع الله بلكاتو يا خدي ها 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 ه بسم الله ما شاء الله ايه دايبتي يا شريحان ده ليب ليب في اللغات ماليخ ما شاء الله عليك يا حبيبتي اهلا وسهلا أهلا وسهلا اللي انا بيتي نور النهار ده منور بصحابي يا أستاذ عبدال ازاي حضرتك؟ اهلا يا حبيبتي اهو كده لازم فعلا نتبتل الزيارات والود احنا اهلي يا جماعة احنا على طول تحت النظر يا عمو عمو؟ الله اهلا بحب الكلمة دي بندك قوي طلها ببقك زي العسل يا حبيبتي طب اتفدل يا أستاذ عبدالله دي حاجة بسيطة كده خمسة كيلو يستفنجي وطبق بسبوسة يستاهي البقع والله بكالولاس ما التعب اول مرة اشوف بسبوسة بجيب بسبوسة طيب استأذنكم البيت بيتكم قرار اطلع بس اندهريني اللي باجي على طول برضو عملت اللي في دماغك وجبتهم هنا في البيت نيلي معنش اللي بنتكلم بعد ما يمشوا بس دلوقتي من فضلك قابليهم كويس عشان خاطر بابي هوا مين قالك اصل ان انا هقابلهم ولا هنزل عاود مع الناس الجربيع دي نيلي وبعدين عيب دول عرايبنا عرايبنا ازاي؟ ازاي ايه؟ شريهان اللي قاعدة تحت دي تبقى بنت عمك عبدالحليم اللي هو اخويا من شقيقي من ام تانية عشان جده ميكي الله يرحمه كان متجاوزوا واحدة تانية غير باما ميمي بسم الله الرحمن الرحيم ايه ده؟ لو انت لسه عايشة مين دي يا خالتي؟ دي الحاجة ميمي مرات جدك مكاوي ازايك يا حاجة؟ سلمي على ستك يا شريهان ازايك يا ستو؟ ايه ده؟ هي ليه عاملة كده؟ الزمن غدار هدها من عميلها السودة اصلها كانت ستة قادرة وما كانتش بتق جدتك ولا بوكي ومن ساعة جدك ماماته ملقوش ولا مالين من سروته وهي حالها بقى عامل كده وبعد ما جده ميكي الله يرحمه توفى زي ما تقولي الهلاقة ما بيننا خفت خصوصا ان ماما ميمي ما كانتش بتحب ابدا ماما زيزي اللي هي مامة عبدالحليم أخوي الله يرحمه هو كمان فعشان كده كانت بتمنعنا ان احنا نروح نشوف بعض او نتزاور طب بعد الهارية ده كله المفروض انا اعمل ايه دلوقتي؟ تنزلت قبليهم واضي فيهم كمان كويس الله مش قريبك دول قريبك انت ودي بنت اخوك انت انا مالي نيلي من فضلك؟ شريهان تحت دلوقتي عارفة انك موجودة لو ما زلتش تقبليها هي مش شكلك وحش على فكرة يا بابي انا شكلي حلو جدا ومش فارق معاي خالص لو انت فارق معايك انزل انت قاعد معايهم اعمل انت عايزو دو whatever you want يا بنتي احنا ما صدقنا لقينا عائلة تودينا بدل ما احنا بطولنا احنا الاتنين كده حتى بعد عبر طويل تلاقي حد يجيلك وتروحيلو بليز بليز انا مش بحب الناجاتيفتي وشغل المتسولين ده من فضلك اخرك معاي هفضل قاعدة في القودة محبوسة لحد ما هم يمشوا وانت ممكن تقولهم ان انا في النادي في السبا بعمل دايوز مع اصحابي اي حاجة بس ريميمبر ان انا هفضل محبوسة في القودة لحد ما الناس دي تمشي وحصور على نفسي زتونة whatever زتونة ازاي تنصوني انا انا ممكن احصور زتونة عادي لا لمونة اوكي هاصور على نفسي لمونة بس بليز انجز وافتكر ان بنتك قاعدة محبوسة عشان الجربيع دول يتبسطوا تحت في بيتي منورة يا حاجة مين خالتي مش عيب عليها في السن ده لسه بتقرع ميكي الله يكحموا جدك بقى مطرح مراح ما انت عارفة ان هو كان صاحب المجل وهو اللي كان بيت بلغز ميكي ايده حاسبيييبيدي اللي هتعودك اتنتي يا خيلة المتشوف ايده 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 يوحيي العزا واحدين معاكم انت كل شوية يحت دايقوني انا مش قلتولكم الليتها مق بالkus ايه دى عشان خاطري طبة لم كانش عشان خاطر عشان خاطر شعرك امام لا بتسخنيش ما ايكبد ايه ده عمنا ما تخافوكش ما تخافوكش لا ما نخافش ايه يا عمه دي بتقوم تمشي ايوا ما يا بتمشي وما القاعدة على الكورسي ليه بتشتغلنا؟ لا ابدا هي بتمشي وساعات ما بتمشيش بتتكلم وساعات ما بتتكلمش اصلا هي مش قايدة هي عندها مرض نفسي والدكتور قال ان عندها اضطراب وجداني سناء القطب وضللات طبعا ما هي طول عمرها ضللية وتاكل ما للنبي اكل انتو عملتولها حاجة ما عملناش حاجة خالص يا عمه ده انا بس كنت باخد منها المجلة زامت علي وقامت مشيت طب و دي حاجة بسيطة يا بنتي المجلة دي اللي سابها لها داد الله يرحمه وهو المرحوم ساب حاجة غير المجلات ايوا صحيح يا عمه امال السرعة بتاعت جده رحت فين؟ هو مش كان عنده شركة شحنه وتجارة لعب اطفال وكده؟ والله يا بنت بحد يعرف الله يرحمه صف الشركات كلها وبنعرف شوية ده الفلوس فين؟ حتى شركة الشحن لولا وقفتي وشوية فلوس من مامي تنالي قدرتها وقفها تاني على رجليها يعني ما سابش ولا فلوس ولا عقود اراضي ولا املك ولا اي حالة؟ والله يا بنتي لا بيد ولا سود ملقناش في الخزنة غير العدد ده بس داد كان قال ان الثروة في لغز ميكي جايز يقصد ان الثروة الحقيقية في العلم اللي سابه علم ش الله يا علم يعني هو كان حفر الكناليا خايف اه مش مهم ما علينا هي الأمور الزغنانة فيه الأمور الزغنانة فيه الأمور الزغنانة في النادي اه عندها تدريب متفوقة رياضيا جدا اه النهاردة اكلموها قالولها ان عامل لها تكريم صغير كده في النادي كانت زعلانة جدا اني مش هتحضر معنا الغد قدمها فرد في النادي اعمل ايها ديات قلت لها بنتي روحي وحصلين واحنا بناكلت لها جات على طول لسه قدامي شوية يا سو انا قاعدة من تثبتها في القودة مستنية لحد ما يمشوا بقولك ايه؟ انا هنزل اجيلك دلوقتي مش مهمة خلاص توزي فيهم بقى بابي بقى يتصرف معهم ولا اي حاجة سو موك هتلب منك طلب فكرة الجاملة دي تقولي ممرة اللي فاتت اللي هو كان اسمه ايه؟ سامرة سامارة ايوه ده معصب قوي بقالي ساعتين اصلا عمالة بكل فيها مش قادرة تفها بليز اعطيلي منه تاني تانكيو باع سو بقولك ايه؟ فيه منه بس بيعمل بابلز انا مش عاوس كسوف بقى ده بيتكم اه؟ ايه جعله عامل اهل الله سهلا يا سلام قد ايه انا مستمتع باللمة انا عملك تراح ايه رايكم لما نتلم اللمة دي كل يوم جمعة؟ لا الجمعة مش هينفع بيبقى عندي شغل بشتغل يوم جمعة؟ اللي انت بشتغل ايه؟ ما بحبش اتكلم في الموضوع ده اسكت يا استاذ عبدال الناس خيبيتها السبت والحد وهي خيبيتها الاثنين وما وردت على حد بس يا خالتي بسيت ليه حبيبتي انت بشتغل ايه؟ حضرتك انا الصبح بشتغل في الشهر العقاري وبعد الظهر بشتغل كشير في الشبروي ويعني بالليل بنزة اشتغل مع خطيبي ما شاء الله تلت شغلانات؟ على كده يا بنت مقرشة ها؟ ومعاك بلوس ما بحبش اتكلم في الموضوع ده بل اخيبة على خيبيتها دي لو لم تحق بلوزة اتبح ايه واعمل فارح بلوزة؟ تلت شغلانات وبلوزة؟ لا 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 اصبوع جاي تجيب وراك وتجيدي الشركة طبعا ومرتب مبدأي خمس تلاف جنيه وحيات امك وحيات امك اسفة يا عمي اصلي الخط ده بس تخطيت معلش بجد؟ طبعا يا بنت ازاي يبقى عمك صاحب اكبر شركة للشحن في الوطن العربي كله وتتبهدل البهدلة دي ها؟ ربنا يعلم اصدك واشوفك فأعلى المراتب ياسي الاستاذ عبدالله يا ابني ميمي وميكي مرسي حلوة او الدعوة دي يا صباح خصوصة موضوع المراتب ها؟ هاهاهاهاها خلاص امنا ساعة كده وهاجلكم افلت لوقتي هكلامك تاني نيلي انت جيت حبيبتي؟ جات من نادي نيلي هاهاهاها هو لما أخذ النادي ده فوق ايه كل ده يا بابي انت مش قلت هتغديهم وتمشيهم؟ ايه يا بات تغديهم وتمشيهم دي احنا جايين من الشرع؟ انت بتكلمي لي اصلا يا بتاع انت حد كلمت؟ هو انت عايزين اسمع شتمتي بوداني وافضل قاعدة سكتة؟ هو انا ما شتمتكيش اصلا بس لو عايزين يشتمك ممكن ميلي؟ بس يا بابي لا بس بجد يا بابي وريني كده يا حبيبتي هتشتميني ازاي؟ وانا سايب عليك لساني يا بروتك بارد لو هتسايبي علي لسانك انا ممكن اسايب عليك كلابي جرائية يا استاذ عبدالله ما قلتلك يا قوية تعمل كنترول شوية؟ طبعا طبعا ميلي وبعدين شريهان انتوا بنات عام يعني زي الاخوات بالزبط بابي انا قلتلك بس حصل لو سمحت متتكلمش بقى انا هعرف اتصرف مع الناس دي وبعدين ايه اخوات دي احنا مش اخوات اصلا جرائية بتنتي مالك متنية ومفروض علينا كده ليه؟ ما قلنا اولاد تسع انا بنت اتنين بس اللي هم بابي ومامي لو انت بنت تسع شوفي الموضوع ده مع مامتك اخراس يا واطية يا زبالة يا بنت الواطية يا نيسي بتفاعلها السكينة في بنتي ها قفة عليك السكينة والمعلقة والشجرة كمال لو تحادي ما تقالي الحمد لله ان احنا بنأكله اكثر يا بنتي قسمهم بالله عدوبك بقتبع الساعة بارس في سوق تفاهم مش اكتر انا هفهمها حبيبتي هي تقصد تسع شهور ان اي ست بتبقى حامل الحامل الطبيعي التسع شهور اه 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 ايش كي لفة بعيدة قوي انت مقتنع قصا باللي انت بتقول ده بابي انا لازم امشي عشان عندي معاد لما ارجع مش عايز الاقي المناظر دي في البيت لا بقى ده كده كتير قوي يا استاذ عبدالله لا لا اللي حصل ده ما يصحش ابدا يا استاذ عبدال ما عندكش فكرة انا اتأثرت قدي ايه طبعا انت عندك حق اتزالي ما يصحش بس هو البنت من ساعة مرامتها متوفد وعيشها لوحدها وانا بدلعها قصبة هني كان لازم ادلعها زي ما انا عايش لوحدي وبحتاج حد يدلعني فقلت اللمة بتاعت العيلة بتاعتنا هي اللي هتقرب البعيد اه معاك حق ها صاف يا لبل حاليب يا اشتر على معادنا النهار دا اه بس يا خسارة اللمة دي مش هتكمل اصل شريهان تعبانا شوي مش هتقدر تيجي معانا يا محاسن الصدف نيلي كمان مش هنقدر تيجي لان عندها انتروفيو النهاردة في تلفزيون طب خلاص بق نأجلها البعدي مين ده ده لسه بقولك يا محاسن الصدف تقوليلي كده الموم انت بجهزة انت يعني كمان ساعة كده تحب بجيلك على فيه ما تجيلي شاية المهندسين ونخلص ما تختيش يا ساعة عبدال لا لا انت فهمت ايه انا قصد تعالي شاية المهندسين نتقابل وننزل نأكل في ايه رسطوة طب خلاص تعاليلي بعد ساعة المزلقان بر عناي واموري تعيش يا ساعة عبدال طب يلا بق يلا عشان ارحي اجهز وما تأخرش باي باي يا ساعة عبدال نوية عليها صبوحة هتستفردي بالراجل؟ لا يا اختي مش عايزة استفرد بالراجل هستفرد بيه ليه؟ انا بس عارفة اني كنتي بتحيب تخرجي مع قطيبك يوم الجمعة بتحب تخرج وساوا ساوا كده فقلت يعني اسيبك يا حبيبتي عشان تبقي براحتي ما انت عارفة يا خالسي اني والواد هاني متخنقنا ومش هنزل معي ليه؟ متخنق معاه لي؟ ده الواد طيب وحدة سكرة ودمه شربات ايوة دمه شربات على قلبي وبعدين يا اختي ما انتو ياما بتتخنقوا وترجعوا تستلحوا تاني ما فيهاش حاجة شوفتي؟ اهو جي ابن الله ابن الغال يا حبيبتي اقولينو مش موجود انا خالطي لا يا بيت ازاي عايزاني اجذب يا نوشا يا حبيبي انا جاي افتحلك اهو عايزاني اجذب يا شريهان اخصى عليك حضري يا حبيبي جيان اهلا وسائل ايه النور ده كله ازايك يا نوشا وحشتني يا حبيبي يا اختي ايه الجمال اللي انت فيه ده النهاردة منور يا حبيبي خير يا خالطي مالك مفيش يا حبيبي بطمن عليك هو انت مزاي اخويا السغنن وبعدين ايه الترينج الحلو ده انت مش حرن؟ وفيه يا خالطي فيه رز بلابن يا حبيبي تحب اجيبلك يتاري على قلبك اه لا بقولوكوا ايه الكلام ده ما يمشيش معايا مش هاني الدبدوب اللي اتكلموه بالطريقة دي عايزين تفدوها سيرة ادوني يا حبيبتي شابكاتي والاقصات بتاعت الجامعية سبع شهور على داير الماليم اقصات جامعية يا معافن هو احنا من يوم ما شفنا خلقتك شفنا منك لابيد ولا سود كتاكسيتين نيلة ايوة كده اثبوتي انا بتديت اقلة خلص يا خلت عايزة يقضي ياهني طيب اسبكو براحتكو بقى ها وانتي يا حبيبي اتخلتك فريدي وشك شوية ايدي الوش شوية حنيية وانت يا نوش متنساش بقى سلملي علامك اصلها وحشاني يا مأسلة قوي يا بتاتا خلتك رفع حاجة ولا ايه ايه يا غزيل مالك حرنان علينا ليه كده انا اصلا مش موجودة يا هاني نف مشواء طب ما تتاخريش بقى عشان انا قاعد مستنيك ايه فيها يا بيت بقى لي اسبوع بكلمك في التليفون ما بتردش ليه انت ازاي يد يا هاني يا معافن تسبني وقفة في الشارع وكمان وانا يابسة في برطوانة ايه ده هو انت مكنتش راجبة جنبي في المتساكل لا والله مخدتش بالي خالص اه طب والبوكس اللي ادتهلي في بطني البوكس ده محبة وغلاوة ده غباوة شو شو انا جاء عشان اصالحك وفساحك واخرجك من المود اللي انت في ده ومين قالك اصلا ان انا هنزل معاك ليه ما عنديش كرامة ماشي يا شو شو براحتك ألغي بقى مع الواد اللي كان هيودينا الديرين بارك ده محط امك يا هاني انت كنت هتودينا الديرين بارك اه وتركبني الدودة والمنخل دودة ايه وانا موديك جنانة الفوسدط بولك الديرين بارك اوى عيادة هاني يكون اصدق الملايك الكبير دي اللي بنشوفها من ع الدقاري ايوهيا دي اللي فيها الرجل المدورة بنضارة دي بقول دوبي تعالوا بنا يالله احنا وش الله اه بس ما فيش اللي هنروح انا وانت بس ماشي هتيجي ولا لسه كرامتك نقحة عليكي مين قالك اصلا ان انا عندي كرامة مفيش كرامة في الملايك هاني هاني خمس دقايق بالزبط هكون موجود اه بس وحات ابوك اخد البلوزة دي دوسلي عليها شوي مين عنية دوبي تعالوا بنا يالله احنا وش الله نوعودني السلال شو شو ها يا البلوزة دي مكم كم كمه ليه كده انت كنت نشراه في الحمام انا مغسلتهاش اصلا يا هاني وبعدين مالك فاضلالة بسيتين وبعد كده خسلها دوس انت بس عليها كويس دوس بسيتين وبتكوية ليه اصلا سالحي هلو ايه يا حبيبتي فيه ايه ما تقليش يا صباح هتاخد منك الشيل عشان نقض براحتنا بس مش عد اه طب خدش وخدي دي كمال لحسن دانا حرار لا لا كيفاية الشيل لا ما تخافش يونساترا نفسي من تحت اخوتي يا حبيبتي اخوتي يوه بس والنبي اختي حزبي عليها لتكسر اصراحة بيها فرح بكرة اه اه مساء الخير مستر عبدالله مساء الخير ازاي مساء الخير يا هانم اهلا المساعد نورتونا مرسية تحب حضرتك تعد سموكينج ولا نو سموكينج اسماني اسأل الهانم سموكينج ولا نو سموكينج اسموكينج ده هتدخاني اه انا بحب اشرب معاسي عندكو قص؟ نو سموكينج بليز اتفضل 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 ايهانم منتشكلة ملحبا متشكلة ما قولتليش ايه رايك في المكان؟ حلوة قوي مش بعض طال بس المزيك يا اخوية جايبالي كرشة نفس وقلبة معدتي مفيش حاجة فرايحي كده. فرايحي. اه. اخليه يضربونك حالا فرتكة فرتكة. فضل يا فضل. شكرا. والنبي اسا عبدالله تجيني الملح. الشربة برضو. وما فيهاش لملح ولا فلفل ولا فيها طعم. ولا فيها شربة استني. دي مش شربة. دي عشان نغسل ايدينا مش اكتر. ايه. نغسل ايدينا. انا قلت كده برضو. اقول ماله. ادينا غسلنا جفنة. ايه جفنة. شكرا. 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 انا بشكرك على قول داوتلاش. دايش. نورتيني. كترحيل يا ستزابدال. اوك اوك شوكراً شوكراً ماذا تفعلني؟ ماذا؟ بطغرغر هو مش ده غسول؟ غسول ده نبيت نبيت لا انا مبشفش النبيت عندكو قوزو؟ لا مفيش هو ملو قلي بسحنيته كده ليه؟ ده المثل بيقول لقيني ولا تغديني احنا مش مفوض في مطعم؟ مفتوض ايه ده؟ انت بيت برطم تقول ايه؟ لا انا سمعاك وممكن اقوم لك انت متعرفنيش صباح لا بقولك ايه بقى؟ انا تخناء المكان ده ريحه مش خفيف على قلبي ام ياسي عبدالله نروح مكان تاني يا اخوي انا مش مستريحة هنا حاضر انا هواديكي مكان طحفة والحصن الحظ لزق في شقة المهندسين لا احنا مش رايحين لزق في شقة المهندسين مش رايحين المهندسين خالص احنا رايحين مكان تاني مش انت عايز تتعشك لا خلاص سيب لي نفسك وانا مش هخليك تد مين اللي معانا؟ ايوه مين؟ ايه؟ لا مش سامع الاسم بصرف النظر ماشي ايا كان دخلها دخلها بسرعة بس عشان ننجز الله يخليك ماشي ماشي السلام عليكم السلامة مين بقى؟ انا المكير وده الكوفير بتعمين؟ الانسة نيلي الانسة نيلي؟ نيلي 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 فوزير بتاع الزمان نيلي بتاعتنا اللي مشوفها مين؟ انتي مش رحمة الكارثة الستوديو بايز جدا مفيوش نزام خالص وكمان انا نسيت الفرونديشن بتاعي مش عايفة اللايتين بتاعهم هيطلعني بايل ولا ايه ابعتيلي على الواتساب اوكي اوه واقف قدامي شكله زي ما هو عادي بنفس العضلات كل حاجة اوه السلام طب اقفلي عشان هو بيبرقلي اهلا هاي استيز يوسف ولا يوسف عادي عشان مكبركش ايو ايو تمشي يعني مش قزمة اي حاجة اي حاجة حضرتك انا نيلي مكاوي اهلا بيكي نيلي مكاوي اوه كل الناس بتقوللي كوين ان بس انت لو عايز تطلع كول قدام الناس ممكن تقوللي نالي نصي المرحلة الجاية انا عايز باكول قدام الناس قوي نالي بزرط نالي تمام يا نالي اوكي طيب ممكن نعد اوكي ماليش بس قبل ما نعد هاديلك الورقة دي دي اللي فيها الاسئلة اللي هاتسألهيلي انتي جايبالي انا اسئلة هنا لي اه مرسي طيب بما انه جايبالي الاسئلة فانا ممكن استأذن في حاجة في الاسئلة دي اتفضل في سؤال هنا انا عايز ابدأ بيه اللي هو ايه اكتر لون شعر بيدي على بشرتك الحاجات دي لما بنبدأ بيها بتسخنك لا لا مالش بليز ما تغيرش ترتيب الاسئلة ولو عايز تسألني على تاتوز او بيرسنجز it's none of your business بالزبط حاجات الشخصية دي ما بنتكلمش فيها على هوا اطلاقا بالزبط حاضر يا نالي تفضلي تفضلي السيارة بنا يخليك انا اسئلة هنا اتفرحة فين اعود ده الكرسي بتاعي انا باعد الناحية دي جايبه معاك من بيتكو يعني انت بيبي اوي لا بيبي ايه ده البرنامج يعني كله عكينا بيوع لاسنو برابلم قاعد في اي حتي طيق تفضلي تفضلي ممكن تزبطني بس يا باشا والله انا وايف بقالي ساعة اوة مستنين عند البوابة مستنين ماشي مع السلام اوه انت بتكلم مين لا ما تاخديش في بازك المهم ايه حكاية عمك بقالت لعلكو ده وغاني اوي وعنده شركات وقطيان ايوا ده طلح جامد اوي ده قالي انه هشغلني عنده في الشركة بخمس تلاف جنيه خمس تلاف جنيه ايوا اوه في حد اصلا بياخد خمس تلاف جنيه انا هيديني خمس تلاف جنيه ليه يديكي خمس تلاف جنيه وانت من بيت اهلوك ايه غباء ده ما قولك عمي عمي ايوا صح لا عمك يديكي صح خمس تلاف جنيه صح المهم ايه رايك في الدين بارك تحفة 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 انا حاس ان هيجاري حاجة من الانبساط ممكن ندخد بقى يلا ندخد انا ندخد حالا اصلا يا ماما لسنا اولا مالا الو واكتاب اللي انا واف عند البوابة يا باشا ماشي اطلع هتلاقيني على طول لابس لون ايه لابس لون الديرن بارك ايوا اطلع بس هتلاقيني والله مع السلام مع السلامة هو انت بتكلم مين كل شوية هو في حد جاي لنا حد مين لأ طبعا مفيش حد بصي هو في مصلحة زي اللوز يعني ساعة زمن وهنخلصها هو انت جايبني تفسحني ولا تشغلني استني بس ابلي ما تكشميلي وتحرفي في وش كده ايه دي في المقام الاول جاي فسحك بس هي فسحة وشغل في نفس الوقت يعني هؤما جامعة عايزين يصوروا اعلان وعايزين العالي المدر الدول يجوا لعبوا ويدبسطوا كده قدامهم ويصوروه يعني لعب وشغل بس ده ما كانش اتفع انا يا هاني ما تبقيش غباية يا بنتي هتطلع لك قرشين حلوين تجيبينك بونطق مكاسات مقابد اي حاجة ولا انت يعني خلاص عشان هتقباطي خمس تلاف جن في الشهر هتتنططي على اللي جابوا اهلي بص يا بنت الناس انا بفسحك على قد ما قدرتي بس اللي اضمنوا لك ان انا راجل شريف وفلوسي دي فلوس حلال خلاص خلاص يا هاني انت هتشهد طب امان عليك يا هاني تقولهم ان انا مش هينفع هركب الحاجات الصعبة يعني هركب الحاجات الهابلة زي الفنجان اللي بيعمل كده ده الحصان اللي بيعمل كده يعني اخطر حاجة هركبها السيارات المتصدمة لا 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 ولا هنوصل للمرحلة الخطرة دي اصلا يا بنتي انا مفهمهم على كل حاجة طولهم يا جماعة لو سمحت اعيس حاجات خفيفة دي خاطبتي حبيبتي يعني مش جايبها باهدلها انا جايبها دلعها ابو سيدك واحد ازدك نزلني عشان خاطئ عاجوك اصلا عد فوفي هم حاجاتي اهاء... احسن يا وحش جادع قبيتة شوشو جادع شكلك حلو جدا في الكاميرا وبعدين عمالة مسل الحلو生 حاملة مرعوبة وخايفة برفع عليك هاني أبوز إيدك خليهم ينزلوني عشان خاطة يخط كل الفلس معايا وخليهم اينجزوني صعبة اوي صعب قوي بس منتعة لأ 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 مش منتعة وراح بتقومي هاترش يا هاني هاترش يا هاترش التلت السريع مع الساروخ وهو طالع هي، أصاب أخر مرة هنزبط التلت مع الساروخ أكشن ياني ونوع زال الحمام مش أداة تعالى وحش 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 حنعيد تانية بي اثبت التالتي عصام ما تصمت التغذية أصاب! ما تصمت التغذية أصاب الله خبّت أهلك! إنت أيها أخي ما فيش غيلة! موسيقى شوشو! شوشو! هو ده حاير يا عصام! ما كمّل أول يا عاشي! بإنك لله! بإنك لله! البت ماتت! يا حمصاني! اتأكدوا! لو البت ماتت غيروها! وهاتوا واحدة تانية! ها؟ مش فاضين! عادين نصور! تفضل! طيب بس اليوم أحسوب على فكرة! خد جيب العنة والشيك! أي يا وامر تنسك الصباح! إسلم إيدك يا بطاوي تعيش! تحت أمري! يا سلام! أنا ما أكلتش أكلها بالطعامة دي من 22 سنة وتمممتوش! يا أخويا بالهنة والشيفة! هو أنت كلت حاجة! طب ده حتى رأس الخروف اللي إحنا طالبينه! لسه ما أكلتش نص! لا أنا تمام كده! كفاية قوي! طب خد الكرع ده من إيدي عشان تصله بطول! لا لا أنا مش أقدر! سدقيني! طب حتة اللية دي بقى عشان تحلي بقى! أحلي بقى بلية؟ دي دي ممكن بقى التقف عندي في الأورط وتجيب أجلي! أنت بتتدلع! ما أنت زي البغلة هوك ما شاء الله! خد بقى ما تكسفش إيش! وأنا برضو أقدر أكسف الإيدي بزي المربة دي! عاصل يا سي عبد الله! طب يلا بقى نخلص الأكل عشان نخش على الأمبلة! أمبلة؟ يعني إيه أمبلة؟ الحلوي يعني! الحلوي اسمه أمبلة؟ يا أخويا هم اللي بيسموها كده! أصلهم ناس مبلغة! آه! وعبارة عن إيه بقى الأمبلة دي؟ هو رز بلبن بالإشتة بالعسل بالمكسرات بالفواكه بالبسبوسة والأيس! يا حزني يا الله! إحنا لسه معاكم في برنامجنا ودلوقتي جي فقرتنا مع نيلي مكاوي! نيلي مكاوي بتقول إنها عاملة مبادرة تساعد بيها الفقراء وتقف جنبهم وما إلى ذلك خلونا الأول نرحب بنيلي إذا كان نيلي عاملة إيه! أنا أمفاين الحمد لله! الحمد لله! الحمد لله! أتمنى يكون كل حاجة بخير يا نيلي! آه! قوليلي بقى أنت عاملة مبادرة علشان تقفي بيها جنب الفئات المحتاجة! الفقراء والغلابة اللي في بلدنا! إيه بقى المبادرة بتاعتك؟ أنت مش فاهم يا جو أنا تعبت أقد إيه! أعدت أكتر من ساعة ونص بفكر إزاي أسعد الفقراء والمساكين! ساعة ونص كاملة؟ ساعة ونص! بدون توقف! بالزبط! تعبتي! كنت عايزة أخرج من كل التابوز وفكر out of the box! كيفية بقى أن نحن النوع ندلهم فلوس نبني لهم سقف ندلهم هدوم ندلهم جاموسة؟ معقول الناس زاقت كل يوم لحمة فراخ سمك فقر النهاردة بيأكلوا بندق ولوز وجوز وعين جمل وكاجو كل الحاجات الجميلة دي! زاقوا خلاص! بالزبط! طمعا! فكنت عايزة بقى أنا أفكر بطريقة different! اختلاف! إيه بقى الاختلاف اللي انت اللي عملت إيه؟ ممكن بس بليز مت أتعنيش عشان أنا عارفة حركات المزيعين دي! إطلاقا أنا بساعدك يعني بسألك أسئلة كتير عشان نفتح زوايا كتير مشاهد المصري المشاهد العربي المشاهد الدولي يعرف مبادرة نيلي مكاوي! أوكي! فأنا كنت عايزة أكون كرييريف وما عادش باجب لهم بطاطين وجودة! بلى رخصة يا شيخ بطاطين إيه؟ ففكرت إن أنا عمل لهم محضرة مبادرة أوكي عمل لهم مبادرة وسمتها الفقير وأنا الفقير وأنتي! هتعملي إيه بقى مع الفقير؟ ممكن ما تزايدش على الكلامي عشان الشافافية بسيبك من قصة المزايدة اللي ملاشه علاقة باللي إحنا بنقوله على الإطلاق جميل يعنيه طيب دلوتي أنا كنت محضرة فيديو كليب المفروض للناس الأعداد بتاعك يكونوا قالوا لك فيديو كليب ولا تقرير؟ لا فيديو كليب فيديو كليب أيوة فيديو كليب أنتو عندوكو فيديو كليب ولا تقرير يا جماعة؟ أه؟ طيب نيلي هاستأذنك إحنا هنشوف الفيديو كليب اللي انتي جايباه لنا أستأذنكم انتوكو تشوفوا معانا الفيديو كليب ده مراعاة ضبط النفس المزيع ينصح نفسه وينصح حضراتكو بضبط النفس الكامل نشوف الكليب وبعدين نكمل الكلام مغابرة؟ هوا أنت بتتريع واضح أن انت ما فهمتش الفيديو كليب أنا ما فهمتش أه أنت ما فهمتش رأس دحك زار يعني أنا قعدت أذكر كل الأغاني الشعبية بتاعتهم لقيت أن هما بيعودوا دو أخينا يا دنيا وقالوا ولعبت يا زهر وتبدلت الحاجات وحلاوة وهم قاعدين يرقصوا وكذا فأنت قدمت لهم الفن اللي هما بيتفرجوا عليه وبيسمعوا وبيستمتعوا أيوة بالزبط وبنفتت جهوها بقى الرسالة بتاعت المغادرة بالزبط جبت لهم مطرب شعبي هما بيحبوا جدا عملت لهم أغنية كلها واجعة وألم وفيها رأس زي ايوة بالزبط وقبت فقراء كتير قوي يتفرجوا انت مش فهم كانوا مبسوطين بالشو ده زي عملت لهم شو، انت عزت بي مطربة صحوا؟ خالص خالص I don't need to أصلا طب أنا بس عندي سؤال ايه علاقة عبد الباصد بيتعمل له مساج وانتي بتعملي اديكي بمعاناة الفقراء ما فهمتش انت عارف في كام نوع مساج في نوع اسمه تاي مساج ده بيوجع الجسم جدا ايه ايوة طبعا فدي معاناة في معاناة تانية انه مثلا لو بنت مثلا تلبس هيلز كتير وحد بيعمل لها ريفلكسولوجي او عندها مشكلة في اي حاجة اه وبتغير اه زغزغة افاكت دي ايوة لو هي بتغير من رجلها طب زيت عمل اي موش دي معاناة طب عبد البعضها ازاي؟ بالزبط ما لازم بقى منطقيين بالزبط دي معاناة انت عارف انا بعد اكتر من ساعة قدام الوان المانيكورة عشان اختار اللون اللي هيليق على لبسي النهاردة؟ لا انت كده ممكن ضوافري تنمي اللي تي بتهزاري ولا ايه؟ طب اقول لك حاجة يا جو ايه؟ انت عارف ان انا ضوافري بتتأشر لما بعمل اكريليج؟ لا 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 ما تقوليش كده والله العظيم بتتأشر ايه ده؟ طب وبعدين بتعمليه في الموضوع ده؟ يعني بيكون فيه حاجة بتعالجه بس خلي بالك ده مش بره موضوع البرنامج لانه مهم نازم نطمن يعني ترجع زي الاول ولا خلاص كده؟ لا يعني بترجع شوية بس بيقولك بتياخد وقت طويل يعني لا ربنا يستر بصراحة ربنا يكون معاكي حقيقي شكرا فانا عايز اقولك انه بجد ان ذيس لايف كلنا كل الطبقات بتعيني ده مما لا شك فيه طب انا هستأذنك لو سمحت يعنيل احنا هزين ناخد تليفونات بعد اذنك ناخد معنا اول تليفون منال البهتيمي النشطة والباحثة الحقوقية في مركز اليعثوب الحر اهلا بيك يا منال مساء الخير يا استاذ يوسف ازاي حضرتك؟ الحمد لله كله تمام منال قولي لي ايه رأيك في مبادرة الفقير وانا اللي عاملها نالي مكاوي والكليب اللي احنا عرضناه ليها هي وعبدالبسط حمودة يعني في قطار خدمة المبادرة ده شيء مخزي ومخزل وأقصى درجات الإهانة والاستهانة بعقولنا وعقول الشعب المصري اللي نزل في خمسة وعشرين يناير علشان يقول لا للنمازج دي من البرجوازية العليا بس للأسف كل شيء حوالينا بينبئ بمستقبل موحش هيرجعنا لعصور الضلام الدامس قريمة ليش انا مفهمتش هيك ده مبسوطة ولا متضايقة؟ دي مزاقطاتة وهسأل قالك منال نيلي عايزة تتأكد ان انتي مبسوطة من اللي شفتي الحقيقة مبسوطة؟ طبعا ما هو انسان الاستاذة من القردة والنسانيس هم اللي هيطيئهم مهرش كيما يا منال ومش عاديين نغلط في الضيفة لو سمحتك لا 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 انتي اوفر قوي احترمي نفسك انتي شايفاني مش محترمة؟ ليه؟ شايفاني ممسوكة بوس ولا كابس؟ بوس ولا كابس يا أستاذ يوسف يا جماعة بوس ولا كابس ده ايه؟ انا مش عارف ان ايه بوس ولا كابس بصراحة شكرا جدا يا منال على اي حال معنا تليفون تاني عم عيسى بيكلمنا من مطاي اذاك عم عيسى؟ سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايه يا أستاذ يوسف ده؟ يعني انت شايف اللي بيحصل في البلد وجايب لنا الكلام الفاضي ده؟ ما هو بص يا عم عيسى في النهاية خالص ده جزء من اللي بيحصل في البلد ودي نمازج موجودة في وسطنا يا عم عيسى ايه يا أستاذ يوسف؟ ايه يعني لو سمحتي نيلي ما فيش حد هيمشي انا هستأذنك نيه ده كده هناخد فاصل لازم نتعود ان احنا نستحمل قراء المشاهدين اكيد يبقى فيه معا اكيد فيه ضد لو سمحتي شكرا جدا لك عم عيسى استأذنكم نطلع لفاصل ونكمل الكلام تعم بشاك؟ كل ياخويا بالهانة والشيك؟ لا كيف هي كده صباح؟ كيف يا ده ايه؟ انت بقالك نص ساعة في الطبق التاني بس ايه ايه اما انا ما بقدرش اجل على طبق واحد بس الطبق التاني عمر ما كملته ما تكسفنيش بقى صدقيني بحياتك عندي بحياتة امي مش هارقة انا وكلت معلقة تانية موك نموت بعد الشر عليك طب ده انا كان يجرى لي حاجة بجده صباحا اه بجده قصة انت متعرفش غلوتك عندي قدي ايه يا سيع ابتال صباح انا انت ايه يا اخوي انا قلبي ما له قلب هيوقف من الفرحة؟ لا من القشطة اه 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 مالك ياسي عبدال انا لا لا انا زي الفل الحقون يا ناس الحقون الرجل حيفيس منه ما له الأستاذ ما له يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي زي ما احنا موجودين معاكم دلوقتي بعد الفاصل كم التليفونات اللي داخلت على الكنترول غير طبيعي مش متخيل الحقيقة ناس كتير جدا عايزة تتكلم في موضوع المبادرة والكليب اللي شافوه احنا معانا على تليفون الحجة مفاروق الحقيقة هي واحدة من غلابة وفقراء هذا الوطن اللي المفترض ان بتتكلم عنهم نيليو بالمناسبة الحجة مفاروق شاركت في الكليب ده زيك يا حجة ايوة يا أستاذ يوسف انا بتكلم حضرتك عشان تجيب لي حقك خير يا حجة ايه مين اللي خاد حقك ايه اللي حصل البيت اللي قعدة جنبك دي كانت متفقة معانا على حاجة واللي حصل حاجة تانية خالص كنا بنثور مع عاد الامام جنبك في البلوتو وجوب خادونا واتفقوا معانا وقالونا هيجوبونا في البريك واغبت كنتاكي تلات قطع وريزو وفي الاخر يجبونا سبعين كفتة مقددين ولا طحينا ولا بابا ولا خضرة وعايزين يحزبونا كمان على نص يوم يردي مين ده يا أستاذ يوسف على فكرة انت جايبة كنبرسات لا المكلمات دي فاك المكلمات دي كلها من جامنا عندك في الكنترول كنترول مين وفيك مين؟ انت جايبة كم ناس غير طبيعي مالوا القناة ومالوا الكنترول احنا ما كناش عارفين نمشي برا اوكي يبقى انا عرفت مين اللي عامل المكلمات دي وحب اقول لها يا جاسي انت عمرك ما هتكوني أنجح مني وحسابنا في النادي أم الفن الإسعاف الرجل هيفياس مني ما تلاقيش يا ستة صباح الإسعاف على وصول ده ايه الحظ الدكر ده يا رب ايه ده؟ دي البت نيلي يا لهوي بقولك ايه؟ هات الرمود وعلي التلفزيون ده تلفزيون ايه دلوقت؟ الراجل بيموت احنا في ايه ولا في ايه؟ وانت مالك يموت ولا يروح في ستين ده؟ يا هو من بقيت أهلك اسمع الكلام حاضر يا نيلي ماينفعش نتكلم معك مشاهد كده قولنا مين مرة لا لا مالش انا عايز اعرف ايه لما مش عاجبك بقى انت كمان انت قولك على بعضك كده مش عجباني طب بتتفرج علي ليه؟ روح اقليبي القناة روح يتفرج علي وقيل ابراشي والعمر قديب والمون الشازلي ايه ماء تتفرج علي مين؟ هي تتفرج علي برنامجنا والقناة بتاعتنا طب اقولك حاجة روح يبقى تعلمي برنامج طبخ كده شوفي بيعمله كم كرام كرامل وعمليه لأطفالك بقى تسلي ده يعني الحقيقة اه مادام مونة مادام مونة معلش احنا اسفين جدا 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 على طريقة الكلام نيلي لازم تهدي عصابك اكتر من كده وتستحملي الناس لو سمحت شكرا جدا ليك ايه مادام مونة احنا معانا تليفون تاني من الست صباح بتكلمينا من بيتي يا نيلي الحقين انتي مين؟ انا خلتك صباح يا بيت الحقين ابوكي بيفيص مني بابي مالو تعبان؟ ياختي هو ده وقته الاسعاف حتيكي وحاخده على الفرنساوي بحصرين انتي بقى على هناك هاو تعبان قوي كده هتصفروا فرنسا؟ لا 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 مش فرنسا ولا حاجة الفرنساوي ده الاصر العيني الفرنساوي ده موجود جنب جاردين سيتي كده لو ليك اصحاب هناك انا مش عارفة ممكن تبعت لي لوكيشن على واتساب؟ هبعتلك اللوكيشن وهنبعت معاكي حد بالعربية يوصلك ونتطمن على باباكي ان شاء الله كل حاجة تبقى خير طبعا احنا احنا اكيد طبعا بنعتذروا اكيد قلبنا مع نيلي ومع والدها وان شاء الله هنتطمن عليها نستأذنكم احنا فعلا لازم نختم الحلقة دلوقتي ونتقابل بكرة في نفس المعاد ان شاء الله يا خبتك يا صباح يا حزك لسود يا شرهان يا حزك المهبب يا صباح جات الحزينة تفرح ملاقت لهاش مطرح طارت الشغلانة امو خمس تلف جنيه المنحوس منحوس ولو علقوا على راسه فانوس باكي فين انتو عملتو في ايه؟ ايه دي يا نيلي باباكي كويس موجود جوا مع الدكتور انت بتتكلمي ليه اصلا مش كيفاي اللي حصل بسببكو مش انتو اللي بتسألي انا حواديكو في دهيا انتو الاتنين هحباسكو بقولك ايه يا بتنت انا مش عايز اخلط فيكي عشان خطر الرجل اللي مرمي جوا بس انا ممكن ارسلك راس ولا ورق الخاص خالتي احنا في المستشفى مشايف عن رس هنا لا معلش لو سمحتي سبيها لو انت قد كلمتك فعلا اتفضالي رسيلي دلوقتي وانا اكلملك البوليسيج ياخدك انت والخاص اللي هترسي ده وسعي كده دعايا بيت ما لك يا بابا الناس المتخلفة دي عملت فيك ايه؟ ما تحاسبي على كلمك يا بيت انت هو عنده ايه لو سمحتي هتعرفي كل حاجة من الدكتور اهو جيه مساء الخير يا جمعة ايه الاخباري يا دكتور والله يتعبان جدا بقى اليومين صحي ورجلي مش قادر ادوس عليها بس ما تخافش عليها يا حبا كويس اخاف عليك ايه وانا عرفك اصلا انا بسألك عم بابا استاذ عبدالله لا ده هيخفي ده ما تقلقش عليها هو بس اول ما جاء كان حالته تصعب على الكافر جابوله دكتور البطنة كشف عليه وكلموني جابوني وانا يا دوب لس داخل انا اصلا كان بقى لي ستة وثلاثين ساعة ما نمتش انت اسمك ايه؟ نيلي بقى لي ستة وثلاثين ساعة ما نمتش انتلي غير موضوع رجلي ده اللي مش قادر اقف عليها ورغم كده جيت وجيت له عملت ايه بقى؟ عملت اشعات وتحليل وكل اللازم وايه اخبار التحليل؟ والله في مشاكل اليوريك اسد طلع عالي جدا وغالبا هو ده اللي عمل لي الواجع في رجليه انا مكنت محتر في رجلي ده ما بين اليوريك اسد ولا الكروكس الجديد اللي هو المخطط ده انا مال يا انا ومال رجلك وقرفك انا بسألك عن بابي تعبان كويس محتاج يرتاح محتاج دواء دواء؟ سعاد ازاي مفكر ايش بالدواء؟ نسيت ادي بابي الدواء؟ لا نسيت انا اخد الدواء كان المفروض ااخده من ساعتين ملكش دعوة بنفسك انت انا بسألك عن بابي هو حالته ايه؟ أستاذ عبد الله؟ لا ده هيخف بقولك المشكلة في انا سعاد اديني السماعة لا سماعة الموبايل عايزة تطمن على الاولاد يا خبر خير ساعتي بأخرا جامد ما تقلعيش عليه هو بس لخبط في الاكل شوية لخبط في الاكل ازاي؟ كالت ايه؟ والله ما كلت حاجة من الصبح ده انا اصلا بصحة من نجمة عشان اجي المستشفى لان انا سكن في العاشر يا خرب بيتك انت انا مش بسألك انت بسأله هو اكلوك ايه النسي المتخلفة دي؟ ألا؟ طب وانا مالي هو اللي التفز وكلت بق المخاسي كله الوحي يعني ايه مخاسي؟ اه؟ ايه يا جماعة مش بتردوا ليه يعني ايه مخاسي؟ ايه مخاسي دي يا دكتور؟ يا كليش رحالها ازاي دي؟ اقول لا اقولك عادي؟ ايه واقول ايه ازاي تقولي كده؟ وانتي يا ستي قليلت الادب ازاي تأكلي الباب الحاجات دي؟ لا باها لا يا خال تسيبها لانا طب معلش يا جماعة يعني قبل ما تتخنوا واستأذن انا بس عشان عندي معا الدكتور تبقى تكلمني ها؟ يعني حاوم بالسلامة واجيه لك او كد بالك من نفسك حاط بقولك يا بتانتي انتي تتكلمي معانا عدل بدل ما اديكي قلم تففك سنانك على فكرة انا كمان ممكن اديكي قلم تففك ودانك ايه الها بلده مفيش حاجة اسمها تففك ودانك اصلا هو اصلا مفيش حاجة كمان اسمها تففك سنانك الناس بالتفافة عادي كده تفوه بس كفاك وقرف انتو الاتنين نيلي انا بقيت كويس لا يا بابي انت مش كويس عن اذنكو باعشان بابي محتاجي يرتاح اللي تفضلي خدي خدي لك ميكروباس بقى ولا تكتك ولا الحاجة اللي بتركبوها دي وانتي والستة اللي معك دي تفضلي لا يا حبيبتي خليهم لك ينفعوكي تشتري بيهم شيرز ولا الحاجة بدل الجاكتة المأزعارة اللي انتي لابسها دي مأزعارة؟ انتي عافة الجاكت دي براند ايه اصلا ايه يعني؟ برشكة؟ برشكة؟ الجاكت دي حبيبتي تشتريكي انتي والشارع بتاعك كله ليه ان شاء الله؟ جاكتة ولا مصدرعة في الصحراوي يا بنات مش كده كفاهيكم دا كفاء بابي انت تزكوت خالص بالحاجات الغريبة اللي انت كلتها دي من فضلك من اللي؟ انت حيبت اللي بدأ دي يعني انت معاهم علي تاني؟ انا مع الحق اوكي يا بابي نتحاسب في البيت وكفاية كده عشان ما اقولكش حاجة تانية قدامهم باي باي انا اسفة والله يا عمو يعني ايه هي اللي ابتدت بس كان لازم ارد عليها لا هاي ابتدفش عاجب انت عارف يا نيلي عصبية بس بتطلع تطلع وبتنزل على ما فيش لا 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 اذا كانت ردت عليك انت شخصيا مش معقول يعني دي قللت الادب دي ما تربتش ربع ساعة ما انا بقولك يا عصبية لا 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 يا عمو لا ما ينفعش بصراحة عمالة هزقك قدام الناس بصراحة عادتك قليت في نظر جامد مش معقول خليتك هزق يا بنتي البغة ابيض والله ما تقصدش خلاص بقى يا شريان ما تسكوتي بقى سلامتك يا سي عبدالله انا مكسوفة من روحي اوش الزهر يا اخويا ان انا تقلت عليك انت اللي مكسوفة انا اللي مكسوفة اوي سرقت منك وانت بكلام مهمة اوي ملحوق استريح انت بس يومين ثلاثة في البيت وصلوا بطولك كده وبعدين بقى نكمل كلام لا بيتي الا استريح فيه انا هنزل الشغل فورا انت سمعت الدكتور قال لي ان انا كويس ده يرسيبك من الدكاترة دي كمان يعني انا اول ما هنزل الشغل هكلم الدكتور بتاعي الدكتور ربيع احسن دكتور في مصر هيجي تابع الحالة لا تنزل الشغل زي وانت تاعبانك خلاص يا خالتي بيقولك هينزل الشغل وانا ان شاء الله من بكر هنزل استلم الشغل باذن الله وبعدين هراعي عمي ودي له الدواف معايد وخلاص يا خالتي اه اذا كان كده معلش خلاص بقى اللي تشوفوه الحمدلله على سلامتك يا سهي عبدال الله يسلم انا حبقى عجي عليك في المكتب عشان اطمن عليك تنواري الدنيا كله يا سهد صباح تايش يا سهي عبدال سلامتك يا اخويا الف سلامة الله يسلمك يا بيليس بعديا وعي السلامة يا عمو الخدف لك من روحك يا سي عبدال اشوفة بكرة الدواف معدو يا سعبدال مبعده عليك صباح الحمدلله